اشتركوا في القناة لا ضمانة ولا عصمة من الهزيمة والانكسار كالذي حدث أيها الإخوة ودعكم من أقاويل بعض المعاصرين الذين زعموا ذهبوا يزعمون أنه لا يجوز أن يقال هزم المسلمون ورسول الله بين ظهرانيهم ولم تكن هزيمة هي هزيمة بل مصيبة بنص كتاب الله تبارك وتعالى لا يمكن أن نغالط في الحقائق ولا أن نغالط في الوقاع هزيمة وأي هزيمة لكن لم يلتفت هؤلاء ربما عن حسن نية إلى أن الذي انهزم ليس النبي انهزم أصحابه وانهزموا بما استحقوا به ومعه الهزيمة قل هو من عندي أنفسكم قل هو من عندي أنفسكم في معركة أحد وهذا درس بليغ آخر في معركة أحد كان سبب الهزيمة مخالفة ظاهرية ملموسة لا تتركوا الجبل وأن رأيتمون تتخطفنا الطير تركوا فحاقت بهم الهزيمة في معركة حنين كان السبب سببا باطنيا معنويا الإعجاب بالكثرة الإعجاب بالكثرة الإدلال بالعدد الإدلال بالعدد لن نغلب اليوم من قلة أكذا قالوا إذا كانت المغلوبية إذا كانت الهزيمة والانكسار التيان عن قلة فنحن أعز اليوم بكثرتنا ولن نغلب عن قلة أي من قلة فجاءت الهزيمة ثم أبدرهم الله سريعا نصرا لما وعوا الدرس لما وعوا الدرس سبب معنوي سبب باطني قضى الله بهذا على أصحاب رسول الله وفيهم خيرته وخاتم أنبيائه ورسله ليكون درسا لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة درس الذنوب الباطنة الآثام الباطنة قد تجر الهزيمة إلى أمة محمد ليس فقط نقص العدة ونقص العدد وقلة الاستعداد قد تكون العدة تامة والعدد مستوفا والعدد مستوفا والاستعداد الظاهر على أحسن ما يرام لكن ثمت ذنوب باطنية وهذه الذنوب الباطنية ليست من فواحش الذنوب لكنها نوع من العجب وليس العجب بالشخص والفرد أبدا إنما العجب بالجماعة بالمجموعة وعجبوا بأنفسهم بكثرتهم وهم حملة الحق وفيهم رسول الله فأتوا من هذه الناحية عجيب القرآن يعلم تعليمات عجيبة جدا جدا أنا موقن أننا بعيدون كل البعد هنا كلما تأملت حال أمة اليوم علمت يقينا أنها تقريبا مستوفية لكل أسباب الهزيمة حتى من ناحية دينية الأسباب الإلهية كل أسباب الهزيمة متوفرة في هذه الأمة الآن ولذلك النصر منها بعيد كل البعد بعيد كل البعد والله لا يبالي من لم يبالي به الله لا يبالي من لم يبالي به الله لا يعبأ بمن ضيع شرعه ودينه وهديه أليس كذلك؟ هذا هدي هذا هدي عظيم لا يمكن أن نقع على أعظم منه ضيعنا هكذا اليوم أريد أن أتكلم معكم في هذه المسألة من بعض الزوايا لا يمكن استفاء زوايا البحث والكلام فيها جميعا أبدا وإنما من بعض الزوايا ولازلنا أيضا في ذكرى ميلاد الحبيب صلواته ربي وتسليماته عليه الذي لا أريد أن أعلق على هذه المعركة الضروس والطاحنة حول جواز الاحتفال بعيد ميلاده أو بذكرى ميلاده أو عدم الجواز لا أريد أن أعلق لأن هذا يجلب إلى المرء الكباد والمرار والشعور حتى بالغفيان موضوع آخر هذا أتركه لمن أراد أن يخوض فيه للأسف الشديد هذا الله هذه الأمة أمة على كل حال هدها الله تبارك وتعالى ونحن من بينها طبعا بلا شك إخوتي وأخوتي لما يمكن أن ينهزم المسلمون الصالحون فيما يبدو المسلمون الصالحون فيما يبدو لأسباب كثيرة كما قلت لأسباب كثيرة نريد أن ندور على ما ورد في الكتاب والسنة على ما ورد في الكتاب والسنة نريد هذه الحكمة الإلهية الحكمة المصطفوية على صاحرها أفضل الصلوات والتسليمات لأسباب كثيرة أخوتي وأخوتي في رأسها في رأسها مصادرة الآراء وإعجاب من بيدهم الزمام بأنفسهم وآرائهم ما يعرف باللغة السياسية واللغة المفهومة بالاستبداد بعض الناس يظن أن الاستبداد هو الطغيان والظلم لا ليس هذا الاستبداد قد يكون المستبد صالحا وعادلا وطيبا لكنه يستبد برأيه يعني ينفرد يصدر عن رأيه هو يظن أن رأيه هو الأخير هو الأفضل هو الأحكم هو الأنفع ويهدي الرأي الجماعة هذا سبب من أعظم أسباب الخذان والعياذ بالله تبارك وتعالى وهذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران أشارت إلى هذه القضية ولكن من زاوية بالغة العجب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر